وللمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية من جماعة الدول العربية محمود بعد التحية يعني تطلعنا على أهم النقاط التي جاءت اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في جماعة الدول العربية للأمانة العامة للقطاع الاجتماعي والإدارة الصحية والمساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر نعم تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين مؤتمر هام اليوم عقد بمقر جماعة الدول العربية من قبل الأمانة العامة للقطاع الاجتماعي والإدارة الصحية والمساعدات الإنسانية للحديث عن الأوضاع الإنسانية في الدول العربية لسيما المملكة المغربية ودولة ليبيا الشقيقة وكان المؤتمر بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجماعة الدول العربية ورئيس القطاع الاجتماعي وأيضا السيد صالح بن حمد التوجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في البداية قدم خالص التعازي لضحايا الزلزال في المغرب وأيضا الإعصار في ليبيا والتمنى بالشفاء العاجل للمصابين وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة على متابعة الأمان العام والأمين العام لجماعة الدول العربية هذه الأوضاع الإنسانية في المملكة المغربية وأيضا في ليبيا وثمنت جهود الدول العربية والمساعدات التي تمت من قبل السلطات والحكومات في البلدان العربية للمغرب وليبيا ووجهت نداء بضرورة تكثيف هذه الأعمال وهذه المساعدات من قبل المجتمع الدولي وتقديم مزيد من أشكال الدعم والمساندة لتخفيف الأثار الناجمة من سواء الزلزال في المملكة المغربية أو حتى الإعصار في دولة ليبيا الشقيق وأكدت أن الأمان العام من خلال الإدارة الصحية ومجلس وزراء العرب الصحي يتابعون كل هذه المساعدات بالتعاون والتنصيق مع المنظمة الدولية المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمزيد من المساعدات خلال الفترة القادمة محمود يعني مطلوب 9 مليون دولار يعني توفير الإحتيادات الأساسية الإنسانية في ليبيا هل من خطة واضحة لإيصال هذا المبلغ وتوفير هذا المبلغ لليبيا نعم هذه هي النقطة الثانية الهامة التي تحدث عنها السيد صالح بن حمد التوجري عن الخطة القادمة أو عملية تقديم المساعدات القادمة أولا هو وجه نداء بدرورة توفير 9 مليون دولار للهلال الأحمر في ليبيا لتوفير مزيد من المساعدات الأساسية وأيضا المساعدات الإنسانية لأسر الضحايا وأيضا المصابين في ليبيا وأكد أنه يتم عمل مسح ميداني للوصول لأماكن المفقودين وأماكن أيضا المصابين وأسرهم وعمل دراسات ميدانية متتالية منذ بدء أو وقع هذا الزلزال في ليبيا للوصول للأسر للوقوف بجانبهم وأيضا العمل على إعادة ما هدم من مباني أو حتى ما تأثر من المواطنين وأسرهم والوقوف بجانب أسرهم وهو أيضا ثمن كل الجهود أيضا المبذولة وأكد أن هناك يعني جهد كبير يتم من جمعية الهلال الأحمر في البلدين سواء في المغرب أو في ليبيا وأيضا بعد جمع هذا المبلغ أو وجوده لتقديم كل المساعدات سيكون هناك أيضا دراسات أخرى وبحث ميداني آخر للوصول إلى مزيد من المفقودين أو حتى المصابين وأسرهم لإعادة كل هذا الإعمار في ليبيا الشقيقة وأيضا تحدث أو أشاد بالجهود المصرية التي تتم وأيضا يعني جهود القوات المسلحة وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فيما يتعلق بتكثيف الجهود وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الليبي وأكد أنه كان في زيارة لمقر الهلال الأحمر المصرية بالأمس واتطلع على حجم كبير من المساعدات المجهزة التي سيتم إرسالها إلى دولة ليبيا الشقيقة وهو أيضا قال بأن هذا ليس بجديد وليس بغريب على مصر في الوقوف بجانب كل الدول ولا سيما في دولة شقيقة مثل ليبيا إذن هو اجتماع هام اليوم ومؤتمر هام يؤكد على متابعة الجامعة العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في تقديم كل المساعدات وهم تحدثوا أيضا على ترحيب السلطات سواء في ليبيا أو المغرب بمساعدة الدول الأشقاء وأيضا مساعدتهم في الوصول إلى أسر الضحايا وأسر المفقودين فبالتالي هناك تعاون كبير بين الجامعة الدول العربية والمنظمة لتقديم مزيد من المساعدات في ليبيا الشقيقة أو حتى في المملكة المغربية محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مقر الجامعة العربية